تحت شعار لمة الصعيدة نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر إفطاراً جماعياً بمشاركة 700 متطوع من محافظات صعيد مصر بانسويف والمينيا وأسوت وسوهاج وقنا والأكسر وأسوان وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات والمؤسسات الأهلية للارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين النهاردة موجودين في صوهاج مع أكثر من 600 متطوع من 7 محافظات من محافظات الصعيد بدأتاً من بانسويف والحد أسوان عشان نكون بنحتفل ونكون موجودين وبنسمن جهود المتطوعين اللي تمت على مدار شهر رمضان الكريم من كل الأنشطة اللي تمت سواء الكاراتين الغذائية سواء وجبات الإفطار سواء ملابس الكسوة نحن بنجي سمار جهد ومجهود متطوعين خلال شهر رمضان اللي بفضل الله قدرنا خلاله نوفر 20 ألف وجبة للأسر المستفيدة والمستحقة في صوهاج هنا وجدنا نوفر الحمد لله خمس سلاف كارتونة غذائية للأسر المستحقة والمستفيدة وزيها عدد كتير وكتير في كل محافظات الصعيد بنحتفل بجهودهم اللي أقدموها في خلال شهر رمضان وطول السنة اللي بيقدموها للأسر الأكثر احتياجاً في كل قرى الصعيد ولا يخلو قرية إلا ما يكون فيها متطوع بيقدم إيد المساعدة لأي أسرة محتاجة لحساجات تلسية من خلال تقديم وجبات سخنة ومن خلال تقديم شرنة غذائية ومن تقديم معارض ملابس ومن خلال وصلات مية 700 متطوع النهاردة بنفطر مع بعض في لمة العيلة أو لمة الصعيدة زي ما بيقولوا ده الفطار التاني الكبير اللي بنعمله عملنا فطار في القاهرة ده تاني فطار لينا بنحتفل بالإنجازات اللي احنا عملناها في خلال شهر رمضان احنا عملنا ما يقترب من مية وسبعين ألف وجبة سبعين ألف كرتونة غذائية وازدعناها كملنا في القوافل اللي بتطلع لإخواتنا في غزة وإحنا بنعمل كل حاجة دايما فاكرينهم ودايما شغلينهم إن شاء الله فيه شاحنة بالنسبة لصناع الحياة وفيه قافلة إن شاء الله متوقعة إما قبل رمضان أو قبل العيد أو بعد العيد مباشرة وخلال شهر رمضان المبارك عملت مؤسسة صناع الحياة مصر على توفير ثلاثمائة وخمسين ألف وجبة من ثلاثة وثلاثين مطبخاً في سبع عشرة محافظة بيانب تسليم الكرتين الغذائية لمائتي ألف مستفيد في جميع المحافظات نكون شغالين حوالي ثلاثين مطبخ من سبع عشرة محافظة لإنتاج أكتر من ثلاثمائة وخمسين ألف وجبة ساخنة يتم توزيحهم خلال شهر رمضان الكريم على الأسر المستحقة والأكثر استحقاقة ده تكريم لمستوعين السعيد من أسوان لباني سويف أسوان لأسر أنا سوهاج أسيوت وباني سويف المتوعين فعلا نتابعوا على مدار الشهر فحبنا نكون نعملهم تكريم بسيط ونجمحهم ونجمحهم في العالة الكبيرة ولم تكتف المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية وإنما شملت المساعدات توزيع الملابس على خمسة ألاف أسرة والخدمات الطبية والمساهمة في إقامة مشروعات صغيرة نهاردة متجمعين لأول مرة في محافظة سوهاج لإفطار السعيدة من باني سويف لأسوان بحضور حوالي ستمائة متطوع من كل المحافظات شغلنا على أكثر من أربع تلاف وكبة جهزة للأسر وتتوزع في كل مراكز وقرى أسيط خلال شهر رمضان الكريم مؤسسة صناع الحياة مصر تعد إحدى المؤسسات الأهلية الوطنية غير الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين تحت مظلة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية ترجمة نانسي قنقر